عبلة بتسأل عن إن ولاد أو ابن أخوها ومراته قاعدين في البيت عندها بيخدموها فهي عايزة تديهم أو تجبلوهم هدايا أو شيء لنم بيخدموها ومرعينها كويس قوي ولكن ليهم إخوات فهي خايفة تكون بتظلمهم لا سيدتي الفاضلة يعني أنا النهاردة شاب وزوجته بيخدم عمته وأنا عايزة يعني أشكره على ما يصنع فلا أنا ببديه لأي حد أثناء حياتي لابن لابن أخ لزوجة ابن أخوية لزوجة ابني أثناء حياتي أي عطاء بنسميه هبة هدية يعني لأنه ده عطاء حال حياة الإنسان وده أمر جائز شرعا خاصة إذا اقترن بسبب شرعي كما حضرتك بينت يعني إيه سبب شرعي الناس دي بتخدمني ولا تريدوا مني لا جزاء ولا شكورة فأبسط شيء أشكر لأنه من لم يشكر الناس لم يشكر الله كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام فأنا عايزة أشكره ولن يوفيه حقه أنك بتقولي مخلصين وبيسعدوني وبياخدوا بإيدي وأنا قعيدة على السرير فتشكري صنعهم بالخير ده مطلوب وهذا من إحسان المؤمن بالمؤمن وربنا إن شاء الله يبارك في عمر حضرتك ويتم شفائك وأسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيك شفاء تاما كاملا لا يغادر سقما اللهم آمين أجمعين يا رب العالمين وربنا يبارك في ابن أخوك وفي زوجته ويجزيهم الخير العظيم اللهم أمين